بيبدأ الفيلم في المستقبل اللي بيعيش فيه أشخاص خارقين واللي بيكون 4% من إجمال البشر اللي على الكوكب فبتكرر الحكومة إنهم يستغلوا قوتهم ويشغلوا من صالحهم وده عشان يقدروا يسيطروا على العالم ولكن مع الوقت الدولة قدرت تخترع آلات بتشتغل نفس شغل الأبطال الخارقين ولكن بفلوس أقل ووقت أكتر وده اللي خلال أشخاص الخارقين يخسروا قيمتهم في المجتمع ده غير كمان إنهم بقوا منبوذين وتحت خط الفقر ومع الوقت بيكون فيه مجموع من العصابات قدر يتوصلوا العقار من المخدرات اسمه سايك وده بيستخلص من النخاع الشوكي بتاع الأشخاص الخارقين واللي ماسك أصلا توزيع المخدرات في المدينة أشخاص عندهم قوة خارقة وبتتكون من عصابات فيها القوي وفيها الأقوى والأقوى دايما هو اللي بياخد ضرائب من باقي العصابات وده عشان يسمح لهم يشتغلوا زي ما هم عايزين بنروح بعدها بقى الشاب اسمه كونر عنده قوة خارقة وبيكون لسه خارج من السجن بعد ما قضع قوبة خمس سنين فبيطلع اتماشى في الشارع وساعتها بيقابله جارت صاحبه القديم واللي كان رئيس عصابة وبيعرض عليه وقتها انه هو هيوصله للمدينة فبيطلب منه كونر وقتها انه يابد عنه خالص لانه كل مشاكل اللي حصلت له في حياته كانت بسبب وهو فبيتفاهم جارت موقفه وبيقوله انه مدين ليه بخدمة لانه دخل السجن بداله وبعدها بيسيبه وبيمشي المهم بنروح لبنت صغيرة بقى اسمها باف وبيتكون قادم اخوها باتريك على الغداء وبيكون هم الاتنين واحدين وملهمش عائلة لانهم اشخاص خارقين وبيتكون باف عايزة تسيب الدراسة لانها مش قادرة على مصارفها بس باتريك بيتعصب وبيقولها انها هيتصرف باي طريقة في الفلوس المهم في تاني يوم بيكون فيه تجمع كبير في الشارع من سكان المدينة عشان هيتعرض فيه كلب قالي بوليسي بيقدر يقبض على المجرمين والمسؤول عن الاختراع دوت هو الزابط كينج ستون وده عشان يقدر يقبض على تجار السايك وفي نفس الوقت بيكون جاريت واقف في الشباك وبيتفرج على كل اللي بيحصل وبنعرف ساعتها ان جاريت يبقى زعيمة اصابة وكمان بيصنع مخدر السايك في برج عملاق وبيكون كل اللي شغالين عنده بيمتلكوا قوة خارقة المهم بعد شوية بيروح باتريك وبيطلب من جاريت انه يرقيه في الشغل لانه محتاج فلوس اكتر عشان يعلم اخته ولكن جاريت بيرفض كلامه وبيخلي واحدة من رجالته تضربها بقواتها الخارقة وبتحدفه لبعيد فبيتعصب باتريك وبيقرر انه مش هيسكت عن اللي بيحصل المهم بالليل بيروح جاريت وبيدي الرجالته شنطة فيها 250 الف دولار وده عشان يدفعوها كضريبة للعصابة الاكبر منهم فبياخدوا منه الشنطة دي وبيمشوا وفي نفس الوقت بيكون باتريك سمعهم وبيروح يمشوا وراهم ووقتها الرجالة بتحط الشنطة جواه صندوق مهملات وبعدها بتمشي فبيروح باتريك وبيكسر الصندوق وبياخد الفلوس وبيهرب بس فجأة بيلاي الضابط كينج ستون جاي من بعيد فبيستخبه في اقرب مكان ليه وبيتضح ان كينج ستون هو اللي بياخد ضرايب من العصابات وده عشان يسمح لهم انهم يشتغلوا براحتهم وبيلاحظ ساعتها ان الصندوق مكسور فبيبعت واحد من رجالته عشان يفتش المنطقة ووقتها بيكتشف باتريك وبيطلع يهرب بسرعة من المكان فبيبعت كينج ستون وراها الكلب الالي واللي بيقدر يقبض على باتريك بكل سهولة وساعتها بيتحكم كينج ستون في الكلب عن بعد وبيخليه يحقن باتريك بكمية كبيرة جدا من مخدر السايك لحد ما باتريك بيموت في ثواني وساعتها بتحس بيه اخت باف وبتروح على مكانه ولما بتوصل بتلاقي للأسف ان اخوها ميت والكلب هو اللي خلص عليه فبتنهار جدا من العياط وفي نفس الوقت الكلب بيهجم عليها ولكن باف بتقدر تعطله بقوتها الخارقة فبيترعب الزابط كينج ستون منها اللي حسن تكتشف سره وبيبعت وراها فريق كامل من مخابرات عشان يقبض عليها المهمة بقى بنروح بعدها لكونر اللي بيكون شغال عام النظافة في نادي رياضي للأطفال وفجأة بيجي له الزابط دافيس واللي كان مسؤول في القبض على كونر أساسا المهمة بيعرض عليه وقتها انه يستغل قدراته الخارقة وهيخليه يشتغل مع عصابة مخدرات السايك فبيتصدم كونر من اللي بيسمعه وبيقول لدافيس ابعد عني وإلا هخلص عليك بس دافيس بيسيب له الكارت بتاعه وبعدها بيمشي المهمة بعد شوية بيخرج كونر برا المبنى وبيتفاجئ ان باف مستخبية في المغزن وهي مرعوبة جدا فبيحاول كونر يطمنها وبيوديها المينة صاحبة النادي وساعتها بتحكي لها باف على كل حاجة بس أثناء ما هم بيتكلموا بتيجي الشرطة عن نادي فبتقول مينة الكونر انه لازم ياخد باف ويعرب بها بسرعة من مكان وبيخرج من الباب الخلف للنادي ولكن لسوق الحظ بتقدر طيارة الشرطة تعرف شكلهم واسميهم ووقتها بقى بيروح كينجستون لجارت وبيسأل عن كونر لأنه عارف انهم كانوا شغالين مع بعض زمان ده غير كمان انه مهرب بنت معها أسرار شغلهم الغير قانوني وبيقوله بنبر التهديد لازم تسلمني الاتنين بسرعة وإلا هخلص عليك وفي نفس الوقت بتكون باف مستخبية في بيت كونر وبتشوف أخبارها على تلفزيون بتقول ان خوها مات بسبب إدمانه للمخدرات فبتتعصب باف جدا من الخبر لدرجة انها بتخلق شرطة تلفزيون طبوز بسبب قواتها الخارقة واللي هي أصلا التحكم في الإشارات والتكنولوجيا فبيحاول كونر ان يهديها بس من سوق الحظ بتأجي من الشرطة على المكان وفي نفس الوقت بيلحق باف وكونر انهم يهربوا من خلال السطح لكنهم للأسف بيلوا نفسهم محاصرين من عساكر أليين فبيستخدم قوات الخارقة وبيسعق كل الأليين اللي في المكان وفي نفس الوقت بتقدر باف انها تعطل إشارات الطيارة اللي بترقبهم وبعدها هما الاتنين بيهربوا بسرعة من المكان وبعد شوية بيروح كونر عشان يقابل جاريت وبيقوله انه مدين لي بخدمة وهو عايز يستغلها دلوقتي وبيعرفه ان عاوز يهرب باف من المدينة وده عشان يقدر يحميها من مطاردة الحكومة ليها فبيقوله جاريت انا عارف البنت دي لانها كانت أخت واحد من رجالته قبل ما يموت وبيقوله ان عندها قوة خارقة نادرة جدا وممكن يستغل لها كويس بس كونر بيتعصب وبيتهم انه شخص أناني ومش بيفكر غير في مصلحته فبيعرفه جاريت بانها لو راحت لأي مكان هيتقبد عليها لكنه ممكن يمسح لها ذكرة وفاة أخوها وبعدها يخليها تعيش كويسة وعندها كل اللي هي عايزها فبيوافق كونر وبيروح يقنع باف بنفس الفكرة والمفاجأة انها بتوافق يا كمان لانها بتصق في كونر المهم بعد شوية بيوصلهم جاريت بعربيته للمكان اللي هيمحى فيه زاكرة باف وهناك بيقابلوا واحدة اسمها تميرة هي اللي هتقوم بالمهمة فبيطلب منها جاريت انها تمسح كل زاكرتها وكأنها تولدت من جديد بس كونر بيرفض الموضوع دوت وبيحاول يمنع اللي بيحصل ولكن رجالة جاريت بيضربوه فبيفضل كونر يزعق لحد ما بتوقف العملية على اخر لحظة وبتفضل زاكرة باف سليمة زي ماهية وبالغلط وقتها بيشتغل نظام اطفاء الحريق فبيسعى كونر كل رجالة جاريت لحد ما بيشل حركتهم وبعدها بيهرب هو وباف على مينة وهناك بيقول لها انهم لازم يهربوا النهاردة برا المدينة كلها وبالفعل بيتحركوا بعربيتهم بس بتتعقبهم طيارات المراقبة بتاعت كينج ستون وفجأة وقتها بتوقفهم عربية جاريت ورجالته واللي بيكونوا متفقين مع كينج ستون انه يقبض عليهم وساعتها بيتنم حصرتهم من كل مكان وجاريت بيطلع مصدسه في اتجاه كونر وبيطلب منه البنت بالعافية فبيقول له كونر لو عايز يخلص عليها فيبدأ بيه الاول فبيتراجع جاريت على اخر لحظة لانه مش عايز يزيه المهم في نفس الوقت بيهدي كينج ستون امر الرجالته انهم يخلصوا عليه وده عشان ما يسيبش وراء اي دليل انه بياخد فلوس من عصابات ووقتها بيموت كل اصحاب جاريت والباقي بيتصاب اصابات مميتة وبنلاحظ وقتها ان مينة هي كمان عندها قوة خارقة والقوة داية ان جسمها بيستحمل الرصاص فبتقول لهم يرابونتو وهي هتلهيهم المهم بعد شوية بيروح كينج ستون لمينة وبيقول لها انه هينقص حياتها من الموت بشرط انها تقول على مكانهم بس طبعا مينة بترفض وبتفضل الموت بنروح بقى بعدها لجاريت بعدما بيكون هرب باف وكونر لملجأ ايتام هاجور وبيكون للأسف مصاب اصابات خطيرة لكنه بيقدر يعالج نفسه بقواته الخارقة وهي تحريك الاشياء عن بعد وبيعو جاريت يتكلم مع باف وبيقول لها ان اتربف ملجأ الايتام وكان بيعتبر ان كل الاشخاص الخارقين اخواته لانه للأسف ما كانش لي اخوات ولا عيلة فبتحس وقتها باف بالشفقة عليه وبتعرفه انه شخص كويس بس اخوها باتريك هو اللي خانه مش اكتر وفي تاني يوم بيتصل كونر على الزابط دافيس وبيطلب منه يساعده في اي طريقة يهرب بها باف من البلد وبيعرفه ان عاوز يوقف كينج ستون عند حده وكمان يفضح حقيقته قدام كل الناس ولكن دافيس بيحذره من قراره لان في ناس كتير حاول تعمل نفس الموضوع وكلهم للأسف خسروا حياتهم خصوصا ان كينج ستون زابط وبالتالي هو الاقوى ومعاه السلطة بتحميه ده غير كمان انه معاه يشمل كلاب الالية واللي بتسجل كل حاجة بالصوت والصورة فبتيجي فكرة الباف انها تحاول تتواصل مع الكلب الالي عشان تاخد التسجيل من على شريحة الذاكرة اللي فيه وبكده طبعا هتقدر تفضح كينج ستون المهم في تاني يوم بيخرج كونر وجاريت من دار الايتام وهم مغيرين هيئتهم وبيركبوا عربيتهم وبيروحوا لبيت كينج ستون فبيخبطوا على الباب مش موجود دلوقتي لكنهم ممكن يدخلوا يستنون وفي نفس الوقت بيكون كينج ستون راجع البيت ومعاه الكلب الالي وبعدها بيركنه في الجاراج ووقتها ما بيدخل البيت بيتصدم اول ما بيشوف جاريت وكونر قصاده لكنه بيتعامل طبيعي وكأنهم زميله في الشغل وفي نفس الوقت بتدخل بافل الجاراج وبتحاول تسيطر على الكلب الالي وده عشان تاخد كل البيانات التسجيلية اللي عليه بس الكلب بيبعد اشارة انذار ان في حد بيحاول يخترقه وزميل كينج ستون بيتصل عليه وبيعرفه اللي حصل وبعد شوية بيقلق كونر جدا على باف فبيستأذن عشان يروح للحمام لكنه في الحقيقة بيروح لباف اللي بيلاقيها متوترة جدا وخايفة لتكشف فبيحاول كونر انه يهديها لحد ما بتنجح انه توقف تشغيل الكلب الالي وعالجانب الاخر بقى بيكون جاريت بيواجه كينج ستون وبيكتشف بالصدفة انه عنده قوة خارقة ووقتها بيقوله انه كده بقى ماسك عليه اكتر من زلة لان لو الشرطة عرفت انه عنده قوة خارقة بالتأكيد هيتردوه من شغله بس فجأة بتدخل مراد كينج ستون للقوضة وبتلاقي انه كل حاجة طبيعية وساعتها بيستأذن جاريت عشان يمشي وبيرجع بعدها لعربيته مع باف وكونر ومعهم الكلب الالي وبيروحوا وقتها للمصنع بتاع جاريت وبيكتشف كونر ساعتها بان جاريت خانه وانه حاوز ياخد التسجيل لحسابه الشخصي وده عشان يمنع الدرايب الغالية من عليه وفي نفس الوقت بقى يقدر يتحكم في السوق فبيتصدم كونر جدا وبيحاول ياخد منه الكلب بالعافية ولكن رجالة جاريت بيمنعوه وفي نفس الوقت بيوصل كينج ستون ومع عربيات شرطة كتيرة وبيحصل المكان فبيعرف جاريت انهم دلوقت في مشكلة وبياخد رأس الكلب اللي عليه كل البيانات وبيسيلها مع واحد من رجالته وبعدها بينزل لكينج ستون بباقي الكلب الآلي وبيقوله على اتفاق فبيمثل كينج ستون انه موافع على اتفاقه وبيمدي ايده يسلم عليه بس بيطعانه بالسكينة في بطن وبعدها بيبعب مجموعة من الكلاب الآلية عشان تقبض على كونر وباف المهم وقتها بيشوف كونر كل اللي بيحصل وبيغنع الشاب اللي معه رأس الكلب انه هو يسلمها له فبيترعب الشاب اللي ما بيشوف البوليس وبيتديله الراس الآلية بس للأسف الشرطة بتكون خلاص وصلة فبتحصل معركة كبيرة جدا ما بينهم وما بين الخارقين وبيستغل كونر اللي بيحصل وبيغرب هو وباف بس بيجر وراهم كلب آلي وبيوقع كونر على الارض وزاعتها بيقول كونر لباف تهرب بسرعة بالراس وقتها كونر بيحاول يعطل تشغيل الكلب بقوته لكنه بيفشل وزاعتها الكلب بيحقن كونر بمخدر السايك وده عشان يخلص عليه زي ما حصل مع باتريك قبل كده ولكن باف بيمنعه على آخر لحظة وبتقدر تتحكم في الكلب لدرجة انها بتخليه اشتبك مع كلب تاني لحد ما بتدمره بس من سوق الحظ بتتصاب باف برصاصة في بطنها وبتقع على الارض فبيشيلها كونر وبيغرب بيها قصاد الكل وزاعتها الشرطة بتبعت لهم الكلاب الألية عشان تخلص عليهم بس جارت بيثبتهم في الجو وفي الوقت دوب بيطلب كونر كاميرا وبتكون في صحفية وقفة بتصور اللي بيحصل وبيتجيله لغاية عنده فبيمسك ايد باف وبيحطها على الكاميرا ووقتها بيتم فتح كينج ستون على البث المباشر وبتتعرض كل فيديوهاته ووقت مساعدته للعصبات فبيشوف كينج ستون اللي بيحصل وبيحاول يموت باف وكونر ولكن جارت بيتحكم في ايده لحد ما بيوجه المسدس لدماغه وبعدها بتنتهي كل حاجة بعد ما حقيقة كينج ستون الكشف وبعد ثلاث شهور بيكون كونر في النادي الرياضي وبنشوف معي باف وهي فرحانة جدا وكمان بتساعد على قدارة المكان من بعد موت مينة وبيكرر كونر ان يعواض عن فقدان اخوها اللي مات وبيخليها تكمل تعليمها وطفالتها زي اي بنت في سنها اما جارت فبيكون اتحكم عليه بالسجن وبيشوف خبر في التلفزيون عن سجن كينج ستون ده غير ان الشرطة كمان منعت الاعتماد على الاهليين في الاشغال المهمة خصوصا ان اتجارت مخدر السايك في تزايد مستمر على الرغم كمان من الابضع الاصابة وساعتها بنعرف ان جارت بيدير شغله عن بعد حتى وهو في السجن وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة